وقبل 24 ساعة طبعا من مواجهة الاهلي وباع المصري في الدوري الممتاز واللي الجميع بيترقبها استكمالا لمشوار النادي الاهلي نحو خصد بطولة الدوري لموسم 20-23-20-24 النادي الاهلي تمكن من الفوز على بيرامدز رايح جاي ذهابا وعيابا في الدوري الممتاز وبسهولة كبيرة ساعد فيها طبعا جمهور النادي الاهلي زي ما قلتلك امبارح في الفوز بشكل كبير سواء في المباراة الاولى او المباراة التانية وقد يكون تأخر الفوز في المباراة الاولى بهدف طبعا الشهير لأفشة في الدقيق الاخيرة لكن زي ما قلتلك ان جمهور النادي الاهلي كان له دور كبير جدا في اقتراض النادي الاهلي بنسبة 99 وتسعة من عشرة من بطولة الدوري الممتاز اي حاجة تانية تحصل هي من المستحيلات لان صعب جدا جدا ان بعد ما تمكن النادي الاهلي من الفوز على المنافس من الفوز على صاحب الصدارة يعني معظم فترات الموسم ان يتلقى يعني الخسارة في اي مباراة مقبلة زي ما بقولك دايما او زي ما بيتقال انت عشان تكسب او علشان تاخد اي بطولة لازم تتمكن من الفوز على المنافس بتاعك وطالما كان بيرامدز هو المنافس الاقوى في الموسم الحالي وقادر على الاستمرار في المنافسة جي النادي الاهلي بمنتهى السهولة كسب رايح جاي حدش بها يكلمني في اي حاجة حدش يقول لي اصل الكورة بتاعة حسين الشحان دي مش بنال تي اصل بيرامدز في المتش التاني ليه بنال تي حبيبي انت عندك تسعين دقيقة التسعين دقيقة قدرت ان انا اكسبك فيهم يبقى المشكلة ما تعدش تلقي باي شماعات على التحكيم ويبقى التحكيم بس هو السبب في اخسارتك وده زي ما بقولك دايما بتبقى الشماعات اللي احنا بنشوفها خلال المواسم الاخيرة اللي فات وبتكون ارضاء للسوشال ميديا وبيكون هدفها ان انا بقلقي المسئولية على الامور خارجية يطلع تحكيم يطلع اعلام يطلع ضغط مباريات يطلع عدم عدالة في الجدول المسابقة ما بقولكش ان دا ما بيحصلش وما بقولكش ان دا ما بيتمش لكن في النهاية النادي الاهلي بيقدر ان هو يستفيد ويكسب المباريات ويحصل البطولات وفي نفس الوقت بتستمر معاناة مثلا المنافسة بالنسبة للامدايا اللي بتنافس وها بتبتعد عن المنافسة في اللحظات الاخيرة او قبل نهاية بطولة الدورة عموما بكرة مباراة الاهلي مع المصري البورسعيدي والاقرة فيها في الفوز لنادي الاهلي وانا بقولك كلام انا وافق منه تماما ما يحدث بقى غير كده هيكون خارج التوقعات ومن المفاجأة المباريات المتبقية للنادي الاهلي هي مباريات كؤوس سيفوز فيها جميعا ما يحدث عكس ذلك هتكون من الامور او من المفاجأات اللي بتحصل في كرة القدر